سمكة الشريفة بجمالها وطعامتها ولونها المميز لما بتتعامل زيت ولمون على الجريلة لا تغدك لعالم تاني خالص بصوا على الشكل كده على اللون وعلى العين اللون الأصمر اللي واخد النقشة البيضة واللون الأحمر المميز جنب السمك حاجة تانية غزال يا جماعة هي ملكة العرض النهاردة تعالوا مع بعض نجربها زيت ولمون بس قبل ما نبدأ نقول الحكاية حلوة ونبدأها بإيه؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليقات نذكر الله ونصلي على النبي ونحط لايك للفيديو ملكة جمال أسماك البحر الأحمر هي الشريفة من لونها وشكلها يختفق كده من على بعد يا سلام لو دقوا طبقة السمكية دي بزيت ولمون بالطريقة دي طعمة جدا أول حاجة هتعملها إيه؟ هتروح تفتح بطن السمكية وتقشرها وتحطها على الجريلة بشوية زيت كده تاخد اللون الدهبي وتقلبها تشريحها بالطول أو بالعرض ماشي بالشكل ده كده إيه التدبيلة وإيه الصوص سمكة الشريفة سمكة رأيها بتاخد أي حاجة حلوة زي الكراف السماشي فلفل الألوان وشوية توم وملح وبهارات السمك وشوية زيت زتون بتحطهم في بطن السمكية هي ممكن تمشي ملح وتوم وكمون ولمون بتبقى زي الفل قوي على زوءك حط أي حاجة في بطنها وميزها دايما في التسوية الأفضل لها زيت ولمون على الجريلة وسنجاري في شباك داخل الشواية بتبقى حلوة قوي أو على الفحم احنا عملناها قبل كده زيت ولمون في صواني كانت جزل والفيديو ده كان روعة وحسبه لكم تشوفوه في التعليقات يا ربي يعجبكم واخد خلطة وتدبيلة تاني هنا خادت اللون أهو حبدأ بقى إيه الله هو ده المطلوب وهو ده اللون المميز اللي أنا عايزه بعد ما تستوي سمكة الشريفة دي هتدي لها شوية زبدة كده تحمرهم بتحمر فيهم شوية توم يعني على البتاجاز وتنزل لهم بفلفل الألوان واللمون والخضرة بتاعتك وشوية الملح وبهارات السمك الخفيف هتسئي بيهم السمكية وهي على الجريلة وتنشف بص كده من الداخل الله زي الفل استوى إن شاء الله كلامنا عن الأسماك اللي موجودة في البحر الأحمر والمتوسط والمحيطات والأنهار لسه ما انتهتش فيه جديد وفيه حاجات حلوة هتنزل قريب وطرق متعددة على طريق الشفردة شعبان فودا يلا كلنا كده نشترك في القناة ونعمل متابعة عشان حضراتكم تستمتعوا بالطرق الحلوة اللي أنا بقدمها الكلام على الشريفة لسه ما انتهاش قدمنا لها فيديو الزيت ولمون زي ما قلنا في صواني وده الفيديو على الجريلة وده الأفضل منها المقلية ومنها حاجات تانية هتنزل قريب إن شاء الله أفضل طريقة للزيت ولمون زي ما قلنا راكم واحد ومن خبرة سنين هي الزيت ولمون على الجريلة سواء بإشرها أو متأشرة مفتوحة أو مقفولة هي الأفضل على الايه؟ على الجريلة تانية حاجة اللي في صواني سواء بالخلطة أو بالبطاطس والتانية بقى اللي في شباك وا 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 قريبا هتشوفوا كل حاجة انتظرونا انتظرونا